ذلك ألقت شرطة ذيقار القبض على تجار بحوزتهم شاحنتين محملتين بالأسماك النافقة في عملية هي الأولى للحد من تسريب هذه الأطعمة السامة إلى الأسواق العراقية في الناصرية تمكنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة إلى شرطة محافظة ذيقار وبناء على التوجيهات المشددة من السيد قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس حسن سلمان داخل الزيدي بإلقاء القبض على عجلتين محملتين بالأسماك النافقة والتي جاء بها من محافظة بابل هذه الكمية الكبيرة التي تربع على الخمسين طن من الأسماك تم عدل بعض منها كان يربع على ثلاثة آلاف سمك نافقة وعجلة أخرى أيضا تحمل عشرين ألف سمك نافقة وقد أحيي للمتهمين أو المتهمان والمضبوطات إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ذيقار لاستكمال الإجراءات التي يستحقها هذان المتلاعبان بقوة الناس وبصحة الناس أيضا ترجمة نانسي قنقر